السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذي في السنة الثانية متوسطة لحتى أولياء تلميذ لم يشدوا فينا كالعادة معكم أستاذي يسمينو يلا أبنائي وبناتي إن شاء الله نشوفوا اليوم اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية طبعا أبنائي اللي لازم علينا نحفظه نحفظه واللي نقدر نفهمه ونجاوب عليه صحيح نفهمه ونقص على نفسه إذن يلا نشوفوا هذا الاختبار ونحلوه مع بعض باش نكونوا متجهزين ولا وجدين إن شاء الله لاختبار المدرسة نبدأ بالوضعية الأولى اللي تقول عليها ستة نقاط أكمل قوله تعالى واضبطه بشكل تام قبل ما نشوفوا وشنه هو قول الله دايما قبل ما يقولي الحديث ولا قول الله سبحانه وتعالى اضبطه أهلا نشكله نفهم يلا بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما حتى والأمر يومئذ لله هذه من صورة الانفطار من الآية عشر حتى لتسعتاش نكملها ونشكلها وطبعا أمنئي لأنه كلام الله لازم عليها أن ما نغلطش فيه اشرح الكلمتين التالياتين لحافظين وكذلك يصلونها مفهوم إذا ما كانتش تبعا نكتبها يصلونها ولحافظين نفهمه ولا نشرحه هاد الكلمتين ثالثا نبين ما ترشد إليه الصورة الكريمة شرح بسيط معنا نتعمقش نكتبه وضعية إدماجية لا لا إذن الآيات التوعية من عشر إلى تسعتاش إلى ماذا ترشد إليه معتها وش ربي وش أحب يقول ما يلا نوحل الوضعية الجزئية الثانية كذلك على ست نقاط قلي قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من الصورة الآية 103 من صورة التوع إذن ويقولي الزكاة فرض من الله تعالى على عبادي الصالحين اذكر مصارف الزكاة ومستحقيها معتش كون لي لازم يعطي ذلك الزكاة وش كون لي يستحقها مع كذلك شرح بسيط يلا نحليها ست نقاط إذن لازم عليها ندير كل شيء متعلق بالزكاة المفهوم الوضعية الإدماجية وش تقول إذن أبناء ماشدبان نقرأ لكم السياق خلق الله تعالى الملائكة من نور وكف لهم ولا كلفهم بمهام عديدة معدهم عندهم عدة أعمال السند قال الله تعالى وصلي عليهم إن صلواتك سكان لهم والله سميع عليم كذلك من صورة التوبة التعليم أو ما طلب منا حرر فقرة لا تتجاوز 12 سطرا تتحدث فيها عن حقيقة دعاء الملائكة للمؤمنين مشرا إلى الأعمال التي تجعل الملائكة تدعو للمؤمنين ومدعما نصك بما تحفظه من شواهد للموضوع إذن هذا الوضعية الإدماجية رأي تهضر لي على الدرس دعاء الملائكة للمؤمنين مع أن تنفهم وقت اشتدعي الملائكة للمؤمنين وش يديره نفهم إذن بنائي إذن يلا نبدأ والتصحيح تعنا مع بعض نبدأ بالتمنى الأول لقل لأكمل قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لا في نعيم وإن الفجار لا في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله أبنائي لازم نكتبها صحيحة وقلنا نشرحها باش نديده وما شوفوها دركزوا الآيات اللي يقول لي كتبيها وطبعا دوما في طربة إسلامية يبدوها بالسؤال الأول في الثمانين الأول دوما عليها ربع نقاط إذن بصحتي ربع نقاط لو كنكون كاتبها مليح وما نغلطش فيها ونشكلها يلا شرح الكلمة التاعي لحافظين هي الملائكة الذين يكتبون أعمال الناس وأقوالهم معت الملائكة اللي يحفظوا كامل أقوال الناس سواء السيئة أم الحسنة الأقوال والأعمال أبنائي يصلونها معتها يدخلونها لي يدخلوا وين يصلونها يوم الدين معتها يدخلوا يوم الدين هو يوم القيامة إذن ماذا ترشد إليه الآية هذه اللي قرنهم دكوشمي في السرونة إذن ما ترشد إليه الصورة الكريمة أنزل الله تعالى هذه الصورة الكريمة ليحذلنا من التكذيب بيوم البعث والجزاء وأن كل إنسان تتجلى أعماله وأنه أفضل مخلوقات الله وترشدنا أيضا إلى نعم الله تعالى علينا التي لا تعد ولا تحصى إذن أبنائي الصورة التاعي هذه أرهي فيها عدة كم إحنا نقوله رسائل الرسالة الأولى رب يره يحذرنا من التكذيب بيوم البعث لأن الكفر يكذبوا بها يقولوا بلي خلاص كنموتوا تنقطع أعمالنا خلاص ونقعدوا غير في الطراب مفهم؟ وهذا خطأ إحنا كمسلمين نعرفوا بلي ما منموتوا وإلى أن تقوم الساعة هناك يوم بعث معتها يعاود ربي يحيينا كامل ويحاسبونا ويجازينا على الأعمال التعامل إن كانت خيرا أم شرا وأن كل إنسان عنده الأعمال التعوق أنه يتحاسب عليها وربي فضله على جميع المخلوقات الله سبحانه وتعالى فضل البشر على المخلوقات الأخرى وترشد إليه كذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطانا العديد والعديد من النعم التي لا تعد ولا تحصى لذلك يجب علينا شكر الله تعالى عليها مفهم؟ إذن يلا نفهم هكذا ندي بصحتي كيف كيف العلامة الكاملة على الوضعية والا التمارين الأول يلا أبنائي اللي بعده قال لي مصارف الزكاة ومستحقوها إذن يلا أولا عندي الفقراء شكون هم الفقراء؟ لازم قال لي معا شرح بسيط هم الذين يملكون دخلا لا يغطي حاجتهم كي نقول إنسان فقير معا يخلص معا عنده عنده درهم بصح هدوك درهم ما يكفوش أصلا للمأكل والمشروع بتاعه يعني باش يقرأ أطفاله وهكذا وهكذا هدفهما وشو معا الفقراء؟ المساكين شكونوا والمسكين لا يملكون قوتة يومهن معنتها ما عندهش ممبة باش يفطر ولا باش يتعشها هدك نسميه مسكين العاملون عليها الذين يقومون بجمعها ويوزعونها وشو يهضر على الزكاة معنتها شكون يجمعوها فهم معتها هدك يمدو هدك يمدو هدك يمدو هدك يمد زكاة يجمعوها ويشوفو كيفاش يوزعوها يلا المؤلفة قلوبهم شكون هم الذين دخلوا في الإسلام حديثا هدوكم قولوهم المؤلفة قلوبهم معتها غير كما دخلوا في الإسلام وفي الرقاب معتها العبيد الذين يريدون تحرير أنفسهم معتها بكري كان هناك العبيد فهم أبناء يحبوا أنه يحروا نفسهم يقول لي إنسان حر يلا الغارمون من يملكون ديون اقترضوها في الحلال معتها عنده ديون مش هكا ديون تعالى الحرام لا لا ديون اقترضها من الحلال معتها سلف دراءهم في الحلال في سبيل الله معتها كل عمل خيري يحفظ دين الله تعالى لكن قل حاجة في سبيل الله معتها نديرها لله سبحانه وتعالى مرضاة لله تعالى يلا وعمل خير ابن السبيل الذين تعترضوهما الأزمات في أصفارهم فتأتي الزكاة لي تنفق عليهم معتها يكون عنده ابن السبيل هو اللي يكون مسافر وعنده بعض المشاكل أو أزمة تجوز كذلك الزكاة فيه مفهوم إذن أبنائي هذه مصارف الزكاة والمستحقون فيها معتها شكول اللي يلازم تجوز فيهم مفهوم يلا نكتبوهم فيه 8 وطبعا بالشرح يعني فهمتها لكم بشاكذا يدات الفتنة نعرفو كيفاش نفهمهم أما بالنسبة للوضعية الإدماجية تاعي أبنائي ويش قلت لكم دايما ونوصيكم الوضعية الإدماجية تاع المواد الحفظ كما هي كما تاع اللغة العربية معنتها عندي المقدمة عندي العرض وعندي الخاتمة تبعوني منح ابنائي دوما نخلي البيض معنتها هذك المربع ولا زو المربعات ولا يعني زوش سنسيمتر فقط مفهوم إذن يلا المقدمة التاعية رح نكتفيها سطرين فقط العرض هو اللي احنا نهضر فيه كثير أما الخاتمة رح تكون سطر إلى سطرين على الأكثر يلا لازم 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 الملاءمة تاع المنتج المطلوب معنتها قالي 12 سطر أنا قبل ما نبدأ نشوف راي مقدمة والعرض والخاتمة تاعي نحكم الورقة على الاختبار وندير هكذا حتى الحقلة 12 باش نعرف وين نبدأ وين نحبس مفهوم يلا الأستاذة باش ما تحسبنيش على وشنو الأسطور تاعي إذن يلا وش احنا نهضر احنا نهضر وما نخرج عن الموضوع الملائكة تدعو للمؤمنين لماذا تدعو لهم إذن يلا أبنائي ودوما وش نقولكم إذا ما عرفتش ندير المقدمة تاعي ولا تلفت لي ولا ناخذ من السياق والسندة تاعي نقول خلق الله تعالى الملائكة من نور وكلفها بمهام عديدة فما هي هاته المهام وهل مهمة دعوتها للمؤمنين منها يعني من الأحسن يعني أن يقول من الأحسن مش شرطة أن نكمل الوضعية تاعي الإدماجية بسؤال مفهوم علاج بشي الأستاذة تعرف بلي هاتك السؤال رح نحلو في الوضعية الإدماء للعرض التاعي نفس الشيء العرض نقدر نستعمل السند نقول قال تعالى نبدأ بقول الله تعالى لأنه قال لي يعطيني بما تحفظ من الشواهد إذا تلفت لي ولا نسيت أندي لو وش كتبت لي قال الله تعالى وصلي عليهم إن صلواتك سكنوا لهم والله سميع عليهم إذن يلا نقول ونكتب الدرس التاعي وش راني يفهم في الدرس لأن الملائكة تدعو للمؤمنين كيقوموا بالأعمال الصالحة كيقوموا بالخير وغيرها وغيرها نشوف كيفاش نلحقها حتى لتناشن وشنو ناشن السطر وطبعا الخاتمة نقولوا نستنتج أنه الملائكة كنا تدعو للمؤمنين في الصلاح إذن يجب علينا أن نقوم بالأعمال الجيدة من زاكاة صداقة صوم أمر بالمعروف النهيين عن المكر باش هكذا الملائكة كذلك تدعو لنا ونذير نقطة وطبعا ندعليها كي تكون عندي الخط مليح التسلسل وطبعا المعطيات نحترم على المتلوقع كي تكون عندي فاصلة دي الفاصلة كي نكمل دي النقطة وهكذا مفهوم؟ إذن هذا كان أبنائي بالنسبة لاختبار التربية الإسلامية للفصلة الثانية للثانية متوسط كان عادة أبنائي اللي عندوا سؤال لا إستفساري خليهولي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب بقوة ممكن وكما نقول لكم بتوفيق إن شاء الله اشتركوا في القناة